اشتركوا في القناة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أسعد الله وقاتكم بكل خير متابعين في الأردن ورحبكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب نهار اليوم استمرت درجة الحقر بالرغم للانخفاض القليل مقارنة بيوم أمس الكتلة الهوائية الحرة مستمرة بالتأثير لكن الانخفاض الملموس سيكون خلال ساعة الليل تحديدا حيث تعود هذه الأجواء اللطيفة والباردة نسبيا في عموم مناطق المملكة خلال ساعة الليل لكن خلال ساعة النهار تستمر الأجواء الدافئة بشكل عام حرة نسبيا في بعض المناطق تفاصيل أكثر نستعبدوا في هذه النشرة لكن لا بس أن نبدأ نشرتنا بصولة مناصطناعية الملتقطة خلال ساعة صباح اليوم والتي توضح انتشار لكميات من الغيوم العالية بدون فاعلية في عموم مناطق المملكة عموم منطقة بلاد الشام مصر والعراق نتحدث الآن عن درجات الحرارة وخرأة توزيع درجات الحرارة السطحية المتوقعة من يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس تبقى المملكة تحت تأثير هذه الكتلة الهوائية الحارة ومنطقة بلاد الشام أيضا وعموم منطقة شرق البحل المتوسط خلال ساعة يوم الثلاثاء لكن خلال ساعة مساء يوم الثلاثاء وليل يوم الثلاثاء تتحرك الكتلة الهوائية الحارة أكثر باتجاه الشرق تحديدا باتجاه العراق بادية الشام وشرق الأردن وشمال السعودية في حين تبدأ رياح غربية رطبة نوعا ما لطيفة تهب في الجزء الغربي والسواحل المطلع على شرق البحر المتوسط والجزء الغربي من المملكة وبالتالي تنخفض درجة الحرارة خلال ساعة الليل مقارنة بالأيام الماضية تستمر هذه الرياح الغربية بالهبوب خلال ساعة يوم الأربعاء وبالتالي يوم الأربعاء نهارا تحديدا تسجل درجة الحرارة المزيد من الخفاض لكن تبقى أعلى من المعدلتين مثل هذا الوقت من العام وبالتالي يكون الطقس ربيعي دافع خلال ساعة النهار لكن خلال ساعة الليل تعود وتنخفض درجة الحرارة لتكون الأجواء لطيفة خلال ساعة بداية الليل بينما تصبح باردة نسبيا خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة الصحور يكون الطقس غالبا صافي 14 درجة مئوية الملموس 14 أيضا الرطوبة حوالي 30% والرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة السرعة وبالتالي الصحور في الخارج سيكون جيد نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة يوم الأربعاء 24 درجة مئوية إلى 13 وبالتالي يمكن خفاض على درجات الحرارة تواصل درجة الحرارة الخفاضها يوم الخميس لتسجل 23 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 12 درجة مئوية لكن يوم الجمعة تعود درجة الحرارة للارتفاع 26 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 18 درجة مئوية إلى هنا تنتين نشرتنا للقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة